لكن فسد المسلمون أن تلزم طريق الرسول لا تستوحش ولي أحمد رحمه الله في حديث سعد بن مالك رضي الله عنه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس الغرباء متى إذا فسد الناس شف الناس كلهم ما هو الكفار الكفار معروفين لكن فسد المسلمون فسدوا دخلهم ما دخلهم من الأفكار والآرة والأهوى والفرق والمناهج والجماعات المختلفة أن تلزم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أصبحت غريبا بينهم اصبر على الغربة اصبر على الغربة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق هؤلاء هم رفقاءك في هذا الطريق لا تستوحش معك الرسول ومعك الصحابة وأتباعهم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء كيف توحش ولولا معك لا تستوحش ولولا معك في الطريق حسن أولئك رفيقاء يرافقونك على هذا الطريق أي كونك مع أبي بكر عمر عثمان علي والصحابة رضي الله عنهم أو كونك مع فلان وعلان من أهل الضلال ولو كانوا يدعون الإسلام وهم على ظلال لا تذهب معهم خلك مع الطريق الصحيح واصبر عليه اثبت عليه حتى تصل إلى الجنة نعم فضيلة الشيخ بماذا تنصحنا في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وانتشر أهل البدع وموت العلماء ننصحكم أول شيء بتقوى الله سبحانه وتعالى والاكثار من الدعاء أن يثبتنا الله وإياكم على الدين وأن يقينا وإياكم شر الفتن ثم ننصحكم بطلب العلم طلب العلم على أهل العلم والحرص على طلب العلم فإنه لا يقي من الفتن بإذن الله إلا العلم الصحيح أما إذا لم يكن عندك علم صحيح فربما تقع في الفتن وأنت لا تدري ولا تعلم أنها فتن عليكم بطلب العلم على أهل العلم ولا تتكاسلوا عن طلب العلم مهما أمكنكم ذلك ترجمة نانسي قنقر مهما أحد ترجمة نانسي قنقر صحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر